قصتنا النهاردة عن الاهتمام في الحب في بنات بتشوف ان الاهتمام أفعيل وتصرفات مش صهر وكلام طول الليل في الموبايل وفي بنات تانية بتشوف ان الاهتمام يعني انه حبيبها يفضل على تواصل معها طول الوقت ما يغيبش عنها أبدا لازم يبقى حافز عيد ميلادها عيد ميلاد مامتها بتاخد كم علاقة سكر في الشاي وفيه كمان بقى اللي بتشوف ان الاهتمام يعني حبيبها يكون ساحر يبوصلها البصة من دول يفهم لوحده هي عايزة تقول ايه وإيه اللي مزعالها من غير ما تقوله سارة بطل القصة حقيقية النهاردة مشكلتها انها كل دول في بعض سارة اتخطبت ثلاث مرات سابت خطبها الأولاني عشان مش بيركز في التفاصيل سابت خطبها التاني عشان بيهتم بيها بزياد ودلوقتي خطبتها التالتة مهددة انها تتفسخ عشان مهتمة بيه ومحاصرة بزيادة قوي لدرجة ان هي عملت هاك على الفيسبوك اكاونت بتاعه عشان تعرف بيكلم مين وخطبها لما عرف قالها احنا محتاجين نفكر من اول وجديد محتاجين نقايم العلاقة دي بدل من نتعب بعد بقلوا فترة مختفي ما بيردش عليها خالص هي بعتت لنا محتاجة حل وعشان كده من نورنا ومشرفنا النهاردة دكتور كريم درويش استشاري الطب النفسي عشان نعرف هنعمل ايه ازايك يا دكتور؟ اهلا بيك اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله تسلم دكتور ايه رايك في موضوع الابراج اللي الناس بتحدد عليه حياتها هو موضوع الابراج لافيش اي يعني ورقة بحثية او علمية لايد دلوقتي بتقول والله ان لما حد يبقى برجه كذا ده يحدد صفاته حتى لو عالم الفلك اه اه يعني حتى لو عالم الفلك يتكلم انه ممكن تبقى فيه صفات متشابهة بين برج الميزان او برج العقرب مثلا اصحاب البرج ده بيتجمعوا في حاجة او حتى لو 30% فيهم من بعد مفيش حاجة اسمها كده؟ لا خالص ليه لانه هو المفروض اللي يحدد ده علم السلوك السلوك الانساني او البيئة اللي نشأ فيها او كده بالزبط فنلاقي فيه اختلافات كبيرة ونلاقي ان حتى الابراج لو انا مولود في برج الكذا وعايش في مصر غير ما بقى مولود في برج كذا وعايش في امريكا اختلافاتنا الثقافية والفكريات مختلفة جدا ولكن هو اصبح الموضوع مضل القوي يعني اصبح الحكاية ان انا عندي بعض الاخطاء في شخصيتي فاعتماديتي على ان انا اقول ان بجيبها في البرجي يعني بالبلد زي بيقول اه هي برجي مش سوريا يا جماعة عصبيتي اصلا برج الاسد الظبط لان العصبية دي هي المشكلة دي مشكلة لازم نحلها لان هي بتخسرك كتير او التقلبات المزاجية العالية فنقولك اصلا عندي تقلبات مزاجية كتيرة ومودي بيتقلب لان انا برج الجوزاء جوزاء اه عني شخصيتي في بعض اه لا هو مش كده هو انت متناقض شوية محتاج تفك التناقض ده وافكارك عكس بعضها فمحتاج تهدى شوية وتفكر بشكل نابج فهي بقت الموضوع مش ان انا عندي برجي ايه نا الموضوع ان اعتماديتي ان انا معتمد على ان كل صفة عندي مش خطائي وكل صفة كويسة عندي مش مستي